هل ممكن الزكاية الاصطناعية يتطور اكتر من كده? تريند جديد في الزكاية الاصطناعية لموقع بيعمل تصميمات في منتهى الجمال واكتر حاجة مميزة فيه واقعية الصور اللي بيعملها. وده بيشير انه هيحصل تطور كبير جدا في ادوات انشاء تصميم بالزكاية الاصطناعية. وادات النهاردة اداة الكل بيدور عليها ومش عارف يستخدمها. لكن انا ههارفك ازاي تستخدمها بشكل سهل ومجاني تماما. وهي اداة امش اف المقدمة من جوجل اي اي تست كتشن. فقبل ما نبدأ ما تنساش تشتك في القناة وفعز الجرس علشان تشوف كل فيديوهاتنا. ولو اعجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتسيب لي رايك في تعليق. ويلا بينا. زي ما احنا شايفين دي الوجهة الرئيسية لموقع ايميج اف اكس تقدر تدخل على الوجهة دي من الرابط اللي هتلاقيه في وصف الفيديو او لو انت دخلت على جوجل وكتبت في البحس اي 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 تست كتشن جوجل هيزهر لك الروابط دي هتضغط على اول رابط هيحول لك على الصفحة الرئيسية للموقع واللي منها هتنزل تحت هنا هتلاقيه اكتر من حاجز الفيديو اف اكس وهتلاقيه هنا حاجز ما للامج اف اكس هتضغط على لانش امج اف اكس هيفتح معاك الصفحة دي نفس الصفحة اللي احنا كنا فيها. هيقابلك مشكلة هي هو انك لما تيجي تعمل تسجيل دخول في الموقع هنروح هنا نضغط هو على سين ان هيجي لك رسالة هيقول لك ان الخدمة غير متاحة في بلدك. طيب ده معناه ايه? معناه ان انت مش هتقدر تستخدم الخدمة دي. اوكي. طيب ايه الحل? هستنى بقى لما تبقى متاحة في بلدي بقى في ناس كتير قدرت انها تستخدمها من بلدها عادي جدا. فلو هي مش متاحة عندك في بلدك فانت هتضطر ان انت تستخدم وده بيكون عن طريق ان انت بتروح هنا بتضغط على بتبحث عن هتبقى اسمها هتدور عليها على جوجل وتضيفها للكروم وبعد ما تضغط عليها كده بتختار البلد اللي انت عايزها مسلا اختار عشان فري وهو تلقائيا هيبدأ ان هو يزبط لي الموقع على حسب البلد دي. تلقائيا لو انا جيت هنا عملت للصفحة بتاعتي هيعمل لي يعني هيفتحها من قلو جديد. تعال بقى نجرب ان احنا نعمل تاني. اول ما نضغط على هتلاحز هنا جالك رسالة مختلفة تماما. وهي هنقول له فهيبدأ ان هو يعمل تسجيل دخول ويدخلنا تلقائيا على الصفحة الخاصة بالكيتشن بقى اللي احنا نقدر نعمل فيها التصميمات. طبعا في ناس كتير اكيد شافت التصميمات اللي اتعاملت باستخدام الموقع وقال دي كانت التصميمات رائعة جدا. قريبة جدا من الحقيقة. تعال نشرح الوجه الرئيسي. هنا المربع اللي احنا هنكتب فيه الكلام اللي احنا عايزينه. هنا بيقول لك ان هو مسلا يكتب لك من عنده. وهنا بعض او يعني الاعدادات اللي ممكن تختارها زي حجم العدسة او مقاس العدسة بعد تفاصيل الاخرى. في عندك هنا الاعدادات. لو انت ضغط على الاعدادات. ما فيهاش كتير. يعني هي ورقم السيد وخلاص. ربما مستقبلا يكون الموضوع في تفاصيل اكتر. كل ما عليك ان انت بتجي هنا تكتب الكلام اللي انت عايزه او مسلا لو انت عايز تجرب بشكل عشوائي فممكن تضغط على هيجي هنا يكتب لك هنا مسلا يعني بالشكل ده جاهز. هتلاحز حصل تغيير كده في ان هو بيجي على بعض الكلمات ويقود يغير فيها ويعمل لك سهم. لو ضغط عليها كده هيجيب لك حاجات مشابهة. يعني انت مسلا لو بتقول وانا عايز مسلا ايه حاجة اللي هو هاي ريزوليوشن فهيجي يقول لك طب في لور ريزوليوشن في ميديوم ريزوليوشن في باد ريزوليوشن ما انت يعني بينوع لك كل الحاجات اللي ممكن يعني يقدر يعملها لك شبيهة او عكس. فده هيكون متاح لك لو انت حابب ان انت تعمل اي تعديل اخر على بعد ما يزهر لك وتشوفه اصلا. فدي كانت النتيجة. واضح من النتيجة ان ديت عبارة عن بدلة بالشكل ده. ولكن بدلة خشبية وظهر بالشكل ده. ايا كان الوصف فهو اعتقد يتعمل بشكل كويس جدا. تقدر طبعا ان انت تحمل الصورة عن طريق انت بتضغط هنا تحملها او تضغط هنا اهو على كل الصورة بيزهر تحميل. طبعا هو يعني عمل تلات صور بس وساعات يعمل صورتين. يعني انا مش فهم النظرية ان هو يعمل عدد كتير او اكتر. كمان بتقدر ان انت تاخد الصور كوبي ان انت تعمل لها اه كوبي البروميت. في حاجة كمان اسمها اديت ايميج لو انت تضغط عليها بيجي هنا يقدر ان هو يجيب لك هنا فلو انت مثلا حديدت مكان معين وكتبت اي شيء في التفاصيل ممكن هو يعدلك عليها ولكن انا شايف ان هي بصراحة ما هيش افضل شيء لحد دلوقتي فانا هتركز معك اكتر على البروميتس. طيب تعال بقى كده نجرب بروميتس ونشوف الموقع ده هيعملها ازاي. دخلت انا هنا على موقع ليوناردو عشان اكتبس منه تصميمات. وناخد البروميتس نجربها في الموقع اللي هو التاني اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. تعال نشوف الحقيقة يعني لما بيعمل حاجات مثلا في قرابة من الحقيقة مثلا هنا دي حاجة زي كده تتحس ان هي حاجة حقيقية ولكن فيها يعني فانتازة شوية. هنرجع للموقع التاني. وهنضيف هنا بتاعنا اهو هضفته. ونشوف كده التفاصيل هتبقى عاملة ازاي. اختار هنا مسلا العدسة اللي هي خمسة وتعاتين ميلي. وادضغط على الكريات وتعا نشوف النتيجة هتطلع ازاي. دي كانت النتيجة اعتقد زهرة دلوقتي هنا لو انت لاحظت. يعني جاي ما بين اليدين ومعمولة برضو بتفاصيل حلوة. يعني مش بطالة. مسلا ده تجربة كده على كده نجرب تاني. اعجبني بروميت زي ده. يعني شخصية تبقى حقيقة شوية. وتعالى كده نقربه. لان انا اعتقد ان الموقع ده بيعمل التفاصيل دي بشكل يعني احترافي جدا. فكنت حابة اشوف لو انا اضفت له البروميت من عندي هيتطلعه ازاي. هنضيف البروميت بالشكل ده. حدد كل تالت ده تاني اهو. بعد جدا نضغط على كريات. قبل كريات هل ما نحتاجين مثلا نختار حاجة معانة ممكن نختار مثلا سكيتشي ونضغط على كريات. ودي كانت النتيجة عملها بشكل قريب قوي. برضو هنا متاح نجيب لك اربع صور برضو دي حلوة قوي. ظهرك طبعا كسكيتش. ودي كمان صورة. قريبة قوي برضو بالتانية بس دي تحس ان هي كده حلوة بشكل مجاني تماما يعني. اوكي تعالى كده نجرب مسلا ان احنا ممكن نغير بعض التفاصيل يعني. ممكن بدل ما هي دراماتيك ممكن نقول. دي تنسبة زي ما هي. لكن ده وقت ممكن نغيرها ونخليها آآ يعني قديمة وهنا اللي هو هتغير تعبارات الراجل اصلا هنقول مسلا بيدحك سينماتيك هنسيبه زي ما هو او ممكن اه هنسيبه زي ما هو سينماتيك ويدحك كده نجرب يعني انه هنا برضو فيه بنسبة للاي ممكن نقول نسيبها زي ما هي برضو نعمل كريات تعالى نشوف النتيجة. قدر يعمل الصورة بشكل مختلف زي ما احنا يعني غيرنا فيه والصور حلوة قوي على فكرة في ناس ممكن اعتقد في ناس ممكن تخلق افكار من الصور دي جميلة جدا. تعكد نجرب حاجة تاني. فيه مسلا هنا الصور ممكن لايه صور مسلا يعني الكارتونية ممكن لايه حاجات زي كده. لو دورنا مسلا تعال نشوف القطة زي دي. مهم جدا برضو بالنسبة لنا اجرب الكارتون. وتعالى كده نرجع لي ونضيف له البرومت ده. ونشوف هيطلع ازاي. كنت عايز بس اضيف حاجة كده اجرب. عايز اقول له آآ الابعاد ستاشر لتسعة. اللي هو ستاشر لتسعة. عشان نشوف هل هيتحكم في الابعاد ولا لا. ونضغط على ونشوف النتيجة. وهنا كانت المفاجأة ان هو في مشكلة وما قبلش اللي هو التصميم. مش عارف ليه هل مسلا ممكن يكون ما بعملش صور للكاتس. انا مش فاهم. ولكن تعالى نجرب حاجة تاني. هنجرب مسلا هنا الصورة زي دي. تعال كده ناخدها كوبي. وارجع تاني ليه هنا. هنرجع له تاني ونضيف له هنا البرومت ده. تعالى كده نجرب لما نضغط هيعمل التصميم عامل ازاي? دي كانت النتيجة. انا شاف النتيجة هنا جميلة او بصراحة يمكن احسن من هناك كمان. وتهالي دي شخصية كمان ممكن الواعد يستخدمها ان هو هحطها في الصورة المصغرة للفيديو ده. اعتقد يعني البرنامج حلو. ايه ده انت هببصلي كمان بص حلوة وفي تفاصيل جميلة قوي. لكن هتلاحز فيه اختلاف في التصميم يعني هنا حاجة والتاني حاجة تاني خالص. ممكن نجرب تصميم كمان. تعالى كده نجرب تصميم مثلا زي ده. ده اللي هو بيبقى رسم كده تحس ان هو رسم تعالى كده نجربه. بعد ما نحط البرومت هنضغط على او ونشوف النتيجة. فعلا قدر ان هو يعمل التصميم قريب بنفس النمط. النتيجة برضو مش بطالة. فاعتقد ان موقع هنافذ بقوة الفترة الجاية. وهيقدر ان هو يعمل تصميمات احترافية جدا واحنا شفنا قد يعمل تصميمات كويسة وشفنا ان هو بيعمل كمان تصميمات قريبة جدا من الواقع. وعملنا مع بعض تجارب زي دي. يقال ان هو بيعتمد على خاصية فلوكس وامكن انا شرحت ابلا كده فلوكس. ادي فلوكس برضو كوية جدا انا ده كوية جدا. فالموديل ده هيكسر الدين الفترة الجاية واعتقد ان هيبقى نفي نقل جمدة جدا في ادوات تصميم او ادوات التصميم باستخدام الزكاية الاصطناعية. وكده بقى انا وصولت معك لنهاية الفيديو وشرحت لك اذا تستخدم ادوات امج اف اكس انتظروني في فيديو جديد بس يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة الفعال زي الجرس تعمل لي لايك وتكتب لي رأيك في تحليق. وفي النهاية السلام عليكم.